رغم أننا في موسم الأمطار وهي من نعم الله تعالى التي يمن بها على عباده يحيى بها الحرض والزرع ويرزق بها عباده من خيرات الأرض إلا أن الجزائر عرفت في الفترة الأخيرة شح السماء في العديد من ولاية الوطن وضعاً دفع بوزارة الشؤون الدينية ملسلة المديريات لإقامة صلاة الاستسقاء بكافة المساجد صلاة تقرب فيها المصلون بالتوبة والاستغفار والدعاء من الخالق الباري طلباً للغيث بنسبة هذه المناسبة هي في الحق إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الاستسقاء صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وصلىها الصحابة وصلىها التابعون وما إلى ذلك ولهذا نحن إن شاء الله نحيي هذه السنة ابتغاء الأجر والوزارة قد نبهتنا إلى الصلاة في هذا اليوم على مستوى الوطني لأن فيه بعض الولايات حرمت من القطر ومن الغيث لمدة أيام كثيرة وأشهر كثيرة ولهذا من الأفضل ومن الأجمل أن تكون الصلاة في يوم واحد على مستوى الوطني أداء صلاة الاستسقاء سنة أوصان بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تقرباً من الله عسى أن تكون فيها ساعة الاستجابة من الله عز وجل أما ما بعد وإيمان الله